عبارة. احنا الاطارات انتع الجيش. احنا خدان انتع الشعب. القراس انتع الشعب. شعارنا. الجيش ولا تكم اتخذوا شعار باللي رانا خدان. وقراس انتع الشعب. ملاخدين الشعب. وقرسون الشعب. عمره ولا يسخل ويضيع مسلحة الشعب. عمره ولا يضرب ويضيع مسلحة الشعب. يسير حسب مسلحة الشعب. هذا هو جيش كم? وهذه يبدو عبارة اخرى شعارات اللي اتخذها الجيش واللي باشي نفذها الجيش. على كل حالي. على كل حالي. كما اذكرت لكم المؤامرات. رهي جارية تنبحت الكفيات اللي خرق العادة وبصورة خاصة متوجهة للولاية السادسة الصحراء. لماذا متوجهة للولاية السادسة الصحراء? لان الصحراء فكل اهم العناصر الحساسة بالنسبة لمجموع الطراب الجزائري. سواء كانت في المساحة متاحة. سواء كانت من الناحية السياسية. سواء كانت من الناحية المادية. سواء كانت من النواحي الاخرى. على هذا الاساس. رغم كرس الجهود امتاحهم لفرنسوين. ووزوا الانظار امتاحهم. فالرغم اعتراف اعتراف من القانوني السريح امام العالم. بل الصحراء راهي جزء من التراب الجزائري. والصحراء راهي شعبها ينتخد كبقية الجهات الاخرى على الجزائر. رغم هذا بالصحراء هي كائنا مؤامرة راهي تلعب. كائنا مؤامرة راح نقايمين بها بعض العملاء. امثال حمز ابو بكر الفاشل وغيره. واللي راهو هرب حتى من الجزائر. لحد الان ما زالوا يحاولوا. المحاولات الراسيا. من على كل حال. ماذا هو الغرض? من الولاية السابقة. لانهم متوجهينها على خطره يعرفوه. عارفين البيترول اللي راه يريوك انتاحهم السيائر عليه. ادي اولى. بالنسبة للموقع العسكري. التجارب انتاحهم الذرية اللي راههم دائرين هاتي رجال.